السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة يا جماعة زي ما وعدتكم هنبدأ نتكلم في المحول الكهرابي خلي بالكو يا جماعة طالما بنتكلم في المحول الكهرابي او بنتكلم في اي مؤدة كهربية يبقى لازم بنتكلم على ايه هي المكونات بتاعت المحول الكهربائي وده كتير وهنفهمها مع بعض ان شاء الله وازاي بنعرف نعمله الصيانة وازاي نظرية العمل بتاعته المحول الكهربائي ده بيشتغل ازاي وهنعرف يعني لو انت بقى في شركة حاجة بروفشنال كده هيقولك انت ازاي بتعرف تعمل عزل للمحاول القهرابة ايزوليشن حاجات دي كلها طبعا حاجات كتير جدا وفيها كلام كتير جدا لو انت عايز تتعلم هنبدأ نرجع مع بعض وندردش مع بعض يلا بينا نبدأ الفيديو يلا بينا نبدأ الفيديو بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هنبدأ مع بعض كده ايه رسمة سريعة جدا خاطفة هنتكلم فيها عن مكونات المحاول الكهرابي زي ما احنا اتفقنا لو انت عايز تفهم اكتر معايا في المحاول الكهرابي هنشرحه قبل كده عندي على القناة هنبدأ نزود في الفيديو ده معلومات تانية اضافية كتير ان شاء الله هنستفاد منها كلنا اول حاجة في المحاول الكهرباية اول ما ييجي في بالي ابدا اتكلم على القلب الحديدي تمام كده القلب الحديدي ده عبارة عن ايه عبارة عن رقائق من الصلب السليكوني المعزولة عند بعضها تمام? اكتبوا رايا رقائق من الصلب السليكوني المعزولة عن بعضها طب معزول عن بعضها ليه أباش مهندس عشان خاطر تفادي الطيارات الإعصارية طفصل ليه هنبقى نتكلم في القصص دي بعدين طيب وبعد القلب الحديدي في ايه تاني عندي ملفين مهمين جدا الملف الاولاني بيسموه ملف ايه ابتدائي تمام الملف الابتدائي البريماري وبعد كده عندنا ملف سانوي اللي هو اسمه ايه سكندري يبقى بريماري وسكندري والقلب الحديدي طيب ايه كمان بقى عشان يشغل الاتنين دول مع بعض لازم يبقى لقى بوكس تمام ايه البوكس دوت او الدخول بتاعه البوكس ده بقى بيسموه ايه الميديم فولتج بوكس تمام او ده الكابل الميديم الرئيسي اللي هيجيلي ان الترانس فورمر بيعمل اه وظيفتين يستيب اب يستيب داون بمعنى ايه يبياخد ال 11 كيلو مثلا يطلعهم لي 400 فولت ركز في الرقم 11 كيلو يطلعهم لي 400 فولت طيب ايه نوصل مع بعض بس حتة صغيرة او دي كده لما بيبقى عندي فيه محول كهرابي محول الكهرابي دوت بيبقى جايب من الشبكة الرئيسية لازم يبقى ليه مفتاح فيه قبليه وبعد كده المحول نفسه دول الملفين ورسمته في الدوائر القهربية اللي بتبقى اي سنجل لين داري جرام وبعد كده بيبدأ في عندنا مفتاح اللو فولتج يبقى ده بنتكلم في الايه في السيركيب بريكر اللي هو الايه اللو فولتج تمام اللو فولتج اللي هو ايه بالنسبة لنا بتبقى الربعمية والجزء التاني اللي هو السيركيب بريكر اللي هو الحداشر تمام طيب سؤال مهم جدا ايه نوع الترانسفورمر اللي انت اشتغلت عليه تمام طيب الترانسفورمر اللي انا اشتغلت عليه مثلا انت بقى ايه يجي بالاك تا именно ايه والله احنا اشتغلت على ترانسفورمر ايصتم اشتغلت على ترانسفورمر اي بي بي اشتغلت على ترانسفورمر سيمد اشتغلت على ترانسفورمر يا عني بصوا جماعة لازم طالما بتتكلم في حاجة انت عندك عربية نوعها ايه نوعها كذا لنوعها مش عارف لا دا مش عارف فيت مارسيدس الحاجات دي كلها لازم تبقى انت عارفها اشتغلت مثلا على سيركب بريكر زي اللي معايا كده السيركب بريكر مثلا بيباسمه ايه اه اتش دي فور وهكذا اشتغلت على حاجة لازم تبقى عارف الموديل بتاعها ايه معلش الكلام بيجيب بعضه بس مهم ان احنا نبقى فاهمين الكلام كويس وتبقى مركز معايا كويس طيب بعد كده مش احنا قلنا ان هنا في حاجتين اهوة تلحداشا يبقى لازم نعمل بوكس تاني اسمه بقى ايه اللو فولت بوكس اللي هو هيبقى طالع منه الاطراف بتاعت اللو فولتش اللي هما زي كم هيبقى ربعمية زي اللي احنا لسه ايلينهم هنا في المكان ده يبقى انا عندي الميديم فولتش بوكس واللو فولتش بوكس الميديم فولتش بوكس ده اللي هو هيبقى فيه كم الحداشا ايوة كده ركز معاي تمام كده قلب حديدي ملف ابتدائي ملف سانوي الميديم فولتش بوكس واللو فولتش بوكس طيب الترانس ده بيبقى التبريد بتاعه ايه يا عم التبريد بتاعه بيبقى بالزيت سؤال تاني هي انواع تبريد المحول الكهرابي تمام انا اشتغلت على ترانس قنان ايه يا عم قنان ده زيت اويل نيوترال اللي هو اللي هو الطبيعي اير طبيعي يعني بيتبرد بزيت طبيعي هوى طبيعي بيبقى ليه زعاني في كده وريش في الجنب بيبقى موجود في الموقع عادي خالص اللي هو الطبيعي اللي بيبرده الزيت يبقى الزيت اللي في قلب المحول ده مهمة الزيت ايه العزل والتبريد اللي هو بيعمل ايه بيبرد آآآه الخالص القلب الحديدي والملفات وبيعزلهم عن بعضهم او بيساعد في آآآه عزلهم ده كلام مهم جدا ولازم نبقى احنا عارفينه عشان نبقى مركزين وفهمين الشرح ده مش هتلاقيه في اي حتة تانية على فكرة طيب بعد كده انا عندي الزيت ده مش مش ممكن ينقص مش ممكن يسخن وانا عندي الملفات دي مش ممكن تسخن القلب الحديدي ده مش ممكن يسخن يبقى لازم احط له حاجات ابدأ اقيس بيها الكلام ده يبقى عندي هنا فيه جج او مبين مبين درجة الحرارة درجة حرارة الملفات والكور اللي هو القلب الحديدي طيب وعندي هنا زي ما احنا اتفقنا ان الزيت ممكن يسخن فيه مبين تاني اللي هو درجة حرارة الزيت تمام ايه تاني عندنا هنا غير بنتكلم عليه فيه حاجة اسمها التانك التعويدي يعني لو الزيت ده حصل فيه نقص التانك التعويدي ده اللي بيبدأ يزود معايا الزيت تمام عن طريق ايه عن طريق مصورة كده بتبقى نازلة منه فوق الترانس بتاعنا من خلال حاجة كده هنقول اسمها دلوقتي اسمها ايه البخلز ياو شمانس اللي بتقوله ده البخلز ريلي بيبقى فيه عبارة عن عوامتين عوامة علوية وعوامة صفلية تمام ده بيبدأ يعمل معانا ايه بيعمل معانا الارم وترب لو الزيت ابتدى ينقص حاجات صغيرة الجزء بتاع البخلز زي هنا حينقص وميضغط على العوامة دي هتيعمل لي هنا الارم يقول لي خلي بالك فيه مشكلة زي اللي بتدى ينقص وبعد كده فيه عندنا الجزء التاني بتاع العوامة اللي بيبدأ يعمل ترب عايز تفاصيل اكتر عليها خش عندي على قناة الكهرباء والسيفتي وان شاء الله انا جايبه بقى ايه بالتفصيل الممل يبقى احنا كده اتكلمنا على التانك التعويدي والبخلز ريلي وبين درجة حرارة الزيت وبين درجة حرارة الملفات القلب الحديدي ملف ابتدائي ملف سنوي المدين فولتش بوكس واللو فولتش بوكس تمام كده يلا بينا حنتنقل بعد كده على احنا قولنا هنا احنا هنتكلم في ايه قولنا هنتكلم على المكونات احنا كده نفزنا المكونات يلا بينا ان شاء الله نكمل مع بعض ازاي هنعرف نعمل الصيانة بتاعته